بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة طالبات الصف السادس للبدائي وحلقة جديدة من مدرسة على الهوى ومادة العلوم النهاردة إن شاء الله نكملين مع بعض الدرس الأول كنا بتدينها المرة اللي فاتت خدنا فيه الكتلة النهاردة هنكمل وناخد الوحدة الكمية الجديدة اللي هي الوزن زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن أنا درسي بيتكلم عن الكتلة والوزن إيه الفرق بينهم هنشوفه النهاردة إن شاء الله طيب حعمل ملخص سريع جدا كده أنا اللي خدنا المرة اللي فاتت عشان اللي ما تابعناش يعرف بداية الدرس كانت إيه والدرس بتاعنا بتكلم عن إيه درسنا سالساتة بتكلم عن الكتلة والوزن يعني إيه كتلة ويعني إيه وزن هما الاثنين زي بعض لأ دي كمية فيزيائية ودي كمية فيزيائية تانية خالص طيب الكتلة هي إيه قلنا هندرس فيها تعارفها وإحداد قياسها وأدوات قياسها طيب نعمل بقى الملخص السريع أو المخطط اللي احنا قلنا عليه بسرعة كده الدرسنا كان بيتكلم عن الكتلة والوزن ناخد أول حاجة الكتلة أولا كده الكتلة تعارفها يعني إيه الكتلة قلنا هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة يعني كمية المادة اللي موجودة في الجسم كمية المادة اللي موجودة في الجسم طيب أنا عندي جسم زي إيه زي الكتاب عندي جسم زي الكتاب مصنوع من إيه الكتاب من الورق يبقى الكتاب ده هو الجسم ها الورق هي المادة يبقى كمية الورق اللي موجودة في الكتاب هو ده اللي أنا بقول عليها كتلة الكتاب تمام طيب يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة زي ما اتفقنا المثال بتاعنا الكتاب يبقى مصنوع من الورق يبقى كمية الورق اللي في الكتاب هي دي كتلة الكتاب عندي مثلا الكرسي مصنوع من الخشب يبقى الكرسي ده هو الجسم الخشب هو المادة كمية الخشب اللي موجودة في الكرسي هي دي اللي أنا بقول عليها كتلة الكرسي طيب بتتأثر بايه اي جسم او اي مادة لازم يكون لها كتلة اي جسم لازم يكون له كتلة مهما كانت حالته الفيزيائية يعني ايه حالة فيزيائية سواء كان الجسم ده او المادة دي صلبة او سائلة او غزية يعني الهوى مادة لها كتلة او لها كتلة طب ده هوا دي مادة غزية برضو لها كتلة لان اي مادة او اي جسم لازم يكون له كتلة مهما كانت حالته الفيزيائية المية لها كتلة المواد الصلبة زي الورق والخشب والإزاز والبلاستيك لها إيه لها كتلة طيب الكتلة بقى بتتغير ولا كمية سبتة لا كمية سبتة كمية سبتة لا تتغير بتغير المكان ولا بتغير الحالة يبقى كميتها سبتة يعني أنا معايا دلوقتي كتاب حوزنه على الأرض هنا حشان أحسب الكتلة بتاعته حيطلع مثلا كيلو يبقى خدته في أي مكان على أي كوكب هي الكتلة بتاعته الواحد كيلو مش هتتغير خلاص يبقى الكتلة كمية سبتة لا تتغير بتغير المكان طب إيه اللي بيأثر على الكتلة يعني إيه اللي يزودها وإيه اللي ينقصها كمية المادة اللي موجودة في الجسم ده كمية المادة دي زادت بتزود الكتلة كمية المادة قلت بتقلل الكتلة واخدنا مثال قلت مثال بسيط وكلنا بنشوفه معايا كتاب ومعايا كراسة الكتاب ده جسم والكراسة جسم مصنوعين لتنين من نفس المادة اللي هي مادة الورق كتلة الكتاب كبيرة ليه؟ لأن كمية المادة كبيرة كمية الورق اللي موجودة في الكتاب أكتر من كمية الورق اللي موجودة في الكراسة ده بس اللي بيأثر على الكتلة يبقى كمية المادة اللي موجودة في الجسم هي اللي بتأثر على كتلته لو زودنا كمية المادة الكتلة بتزيد نقصد كمية المادة الكتلة بتقل خلاص يبقى الكتلة لا تتأثر او لا تتغير بتغير المكان او الحالة الفيزيائية ايه اللي بيأثر عليها كمية المادة اللي موجودة في الجسم تزيد كتلة الجسم بزيادة المادة الموجودة فيه وتقل كتلة الجسم بنقص المادة اللي موجودة فيه خلاص طيب قلنا كمان الكتلة دي احنا بنقدر نحسبها او بنقدر نوجدها علشان اوجد كتلة جسم الماء لابد من ادوات قياس انا عايزة احسب الكتلة او قيس كتلة جسم الماء يبقى لازم عندي من ايه من ادوات قياس طيب ايه هي بقى ادوات قياس الكتلة موازين طب نوع واحد لا عندي نوعين ايه هما النوعين عندي ميزان زو كفتين وعندي ميزان زو كفة واحد يبقى عندي نوعين من الموازين ميزان زو كفتين وميزان زو كفة واحد الميزانزو الكفتين عندي نوعين منه الميزانزو الكفتين المعتاد والميزانزو الكفتين الحساس المعتاد دي للكتل الكبيرة وقلنا معتاد لان احنا متعودين نشوفه في معظم المحلات اللي بنتعامل معاها عشان كده اسمه معتاد يعني انت متعود تشوفه طيب ميزانزو كفتين معتاد ده مناسب للكتل الكبيرة والميزانزو الكفتين الحساس ده مناسب للكتل الصغيرة الكتل الصغيرة زي ايه زي كتل الزهب والمواد الكيميائية المواد الكتل الكبيرة زي الخضروات والفاكهة واللحوم والكتل الكبيرة اللي بنشتريها بالكيلو جرام طيب الميزانزو الكفة الواحدة ده برضو نعيف ها ميزانزو كفة واحدة بمؤشر وميزانزو كفة واحدة رقمي الميزانزو الكفة الواحدة بمؤشر قلنا زي اللي بيبقى موجود في المطابق عندنا في البيت بيبقى ميزان ولو كفة واحدة ولو مؤشر بناضع الجسم المرتعين كتلته على الكفة الواحدة دي والمؤشر بيبتدي يتحرك ويديني قراءة او بيديني قيمة كتلة الجسم الموضوع على الميزان طيب الميزان الرقمي لا الميزان الرقمي هو كفة واحدة اول ما بضع عليه الجسم المرد تعيين كتلته بيبتدي تظهر لي الكتلة بتاعته على هيئة ارقام زي اللي بتظهر عندك في الالة حسب خلاص عشان كده بتظهر ارقام فسمناه ايه رقمي طبعا الميزان الرقمي هو دلوقتي اللي بيستخدم في معظم الاماكن او في معظم التقدير الكتل يعني لانه بيبقى دقيق جدا خلاص يبقى دي ادوات قياس الايه الكتلة يبقى شفنا تعرفها وشفنا ادوات قياس بما ان انت عندنا كتلة وبنقدر نجيبها نحسبها او نعينها يبقى لازم علشان اعين كتلة جسم الماء تبقى فيه وحدة قياس لازم يبقى فيه وحدة قياس ما ينفعش كده يقولي انت معاكي مثلا الحاجة اللي انت شريها دي هروح عند الفكهاني او حاجة اشتري فكه يقولي ده اتنين طب اتنين ايه ما انا عايزة وحدة قياس لانا دلوقتي انا جبت الكتلة بتاعتهم الحاجة اللي انا اشتريتها انا حسبت كتلة طب هيبقى اتنين ايه لازم وحدة قياس تستخدم لتقدير الكتلة طيب وحدات قياس الكتلة هي ايه بقى وحدات قياس الكتلة عندي تلات وحدات عندي الجرام عندي الكيلو جرام وعندي اطل يبقى عندنا تلات وحدات قياس للكتلة الجرام الكيلو جرام وعندي ايه الطل طيب الجرام ده وحدة قياس للكتلة مناسبة للكتل الصغيرة يبقى لو معايا كتلة صغيرة جدا عايزة اقدرها او عايزة اوجدها يعني اوجد قيمتها يبقى وحدة القياس المناسبة لها هي مين هي ها الجرام طيب الجرام ده قد ايه قلنا هو يساوي او يكافئ او يعادل هيساوي كتلة ها مشبك معدني من مشابك الورق المشبك اللي احنا شفنا صورته المرة اللي فاتت اللي عامل كده المشبك ده مشبك الورق ده هو ده كتلته هي الواحد جرام يعني انت لو معك الدبوس ده او مشبك الورق ده يبقى انت كده معاك واحد جرام طيب الكيلو جرام قال لي لا ده وحدة قياس للكتلة تناسب الكتل الكبيرة الكتل الكبيرة زي كتل مين زي كتل الفكاها والخضروات واللحو خلاص يبقى ده الكيلو جرام طب الطن لا ده وحدة قياس كبيرة جدا ده مناسبة للكتل الكبيرة جدا زي كتلة مين زي كتلة الحديد وكتلة الأسمنت تمام لما باجي أوزن الحديد والأسمنت بوزنهم بالطن يبقى شفنا هنا وحدات القياس للكتل الجرام ده مناسب للكتل الصغيرة جدا زي كتلة المشغولات الزهبية والفضية والمواد الكيميائية طيب الكيلو جرام دي وحدة قياس تناسب الكتل الكبيرة زي الخضروات والفاكهة واللحوم الطن دي وحدة قياس للكتلة تناسب الكتل الكبيرة جدا مثل كتل الحديد والأسمنت لما بنشتري حديد وأسمنت بنشتريهم بالطن نشتري خضروات وفاكهة بالكيلو جرام نشتري دهب وفضة ومواد كيميائية في المعامل أو في تكوين الأدوية بتعاير أو بتقاس بالجرام خلاص دول وحدات قياس الكتلة طيب يبقى ده الجزء اللي كنا خدناه المرة اللي فاتت عن الكتلة طيب هناخد بقى النهاردة الوزن دي حاجة جديدة علينا خالص الكتلة كان عندنا فكرة خدناها قبل كده طيب الوزن لا دي حاجة جديدة بقى هناخدها النهاردة يعني ايه وزن يعني ايه لما اقول وزن الجسم وزن الجسم وزن الجسم هو ايه سنة ستة هو مقت قوة هو قوة جذب الأرض للجسم قوة جذب الأرض للجسم يعني ايه الكلام ده يعني الأرض بتجذب الأجسام نحو مركزها قوة جذب الأرض للجسم علشان يبقى ثابت على الأرض هو ده اللي انا بسميه وزن الجسم مقدار قوة جذب الأرض للجسم ده اللي انا بسميه وزن الجسم خلاص طيب دايما الأجسام بتتجه نحو مركز الأرض يعني ايه بقى يعني ايه كده يعني انا لو جبت القلم ده ورميته الفوق او قذفته الاعلى حلاقي القلم ايه حيتنه متعلق في الهواء لا طب حيطير الشمال ولا يطير لمين لا حيحصل ايه حيقع تاني على الارض ليه لان انا عندي الارض دائما بتجذب الاجسام نحو مركزها الارض دايما عشان كده احنا بنبقى سبتين على الارض ماشيين سبتين على الارض لما بتحط كرسي او باي حاجة بتحطها بتتجه ناحية الارض قوة جذب الارض للجسم ده اللي انا بسميه وزن الجسم خلاص ده اللي احنا بيسمى عندنا وزن الايه وزن الجسم طيب يبقى دايما كده لما بروح السؤال انا هسألهولك بس هنقولك العبارة دلوقتي وفي الاخر الحلقة خالص انا هقولك الكلام ده صح والغلق لما بروح السوبر ماركت كده ماما تبعتك تشتري حاجات هنتشتريها مثلا سكر او رز بتلاقي العبوة بتاعة السكر او رز مكتوب عليها ايه الوزن صافي ها للعبوة اللي معاك دي او الكيس او العلبة اللي معاك بيساوي ها هنقول اتنين كيلو جرام صح مش احنا بنعمل كده بنلاقي الكيس بتاعنا مكتوب عليك الكلام ده انا عايزك بقى بعد الدرس وفي اخر الحلقة هقولك العبارة اللي احنا بنشوفها مكتوبة دي صح ولا غلط خلاص ونصححها ازاي يبقى هيقولي هنا الوزن صافي اتنين كيلو جرام ناخد يعني ايه وزن وانت تقولي الكلام ده صح ولا غلط يا سنسك طيب يبقى احنا شفنا دلوقتي تعريف الوزن عرفت هو ايه هو قوة جذب الارض للجسم طيب دايما الوزن بيؤثر في اتجاه مركز الارض يعني دايما الجسم بيتجه في اتجاه الارض او نحو مركز الارض طيب الوزن ده قيمة فيزيائية او كمية فيزيائية بيقدر او يعني بيتحسب او بيتحسب طيب علشان نحسبه لازم اداة يقاس بها الوزن طيب ايه هي بقى اداة قياس الوزن او ادوات قياس الوزن ادوات قياس الوزن يا سنة ستة هي الميزان الزنبركي ميزان بيسمى الميزان الزنبركي طيب يبقى اداة قياس الوزن هي ايه بقى هي الميزان ها الزنبركي طيب شكله ايه بقى الميزان الزنبركي او شكله زي اللي معنا في الصورة ده ده شكل الميزان الزونبرج الميزان الزونبرج زي ما احنا شايفينه كده بيبقى عبارة عن قطعة من المعدن بداخلها سلك ملتوي زي الانسوستة كده في الداخل وبيبقى فيها في الآخر خطاف كده لتعليق الجسم المراد قياس وزنه وفيه مؤشر بيتحرك على تدريج تمام واضح معي في الصورة بتاعها ده اداة قياس الوزن طب اداة قياس الوزن اسمها ايه اسمها النزان الزونبرج طيب بنقيس بيه الوزن ازاي طيب انا هنرسمه هنا علشان نوضح الدنيا انا معي النزان بيبقى عبارة عن كده وفيه هنا تجويف من الداخل كده فيه هنا كده تجويف تجويف ده مسبت فيه زونبرج زي الانسوستة زي سوستة الالم كده في الآخر هنا كده بيبقى فيه زي خطاف او جزء كده بيعلق فيه الجسم المراد تعيين وزنه طيب وبعدين بيبقى فيه مؤشر هنا على الزونبرج ده فيه هنا كده مؤشر بيتحرك على تدريج هنا كده بلاقي هنا ميت نيوتن هنا ميتين نيوتن 300 نيوتن ايه ده بقى ايه مثل نيوتن اللي بتقوليه عالي ده النيوتن ده وحدة قياس الوزن بما اننا حوزن حعين او ححسب وزن الجسم بأدات قياس اسمها الميزان الزونبرجي يبقى لازم اكتب وحدة قياس جنب القيمة اللي حوجدها طيب وحدة قياس الوزن هي ايه هي النيوتن هي ايه النيوتن طيب هستخدم الميزان ده ازاي علشان احسب الوزن قلنا الميزان بيتكون من الشكل اللي احنا شايفينه ده وهنا فيه تدريج مكتوب عليه الارقام وفيه مؤشر عندها هجيب هنا كده الجسم اللي انا عايزة اجيب وزنه سوى بقى كان ممكن جسم صغير علبة مثلا واحدة كان مقلمة هعلقها هنا طب انا لما علق هنا ايه اللي هيحصل الارض هتجذب الجسم ده ويتجه نحو المركز خلاص يبقى ايه اللي هيحصل ان الارض ان الجسم الارض هتجذبه هينزل لتحت الاس هتشده طب لما الارض تجذب الجسم هيحصل ايه هيحصل استطالة في سلك الزونبرج السوستة دي هتتشد كده وتنزل لأسفل وبالتالي مين اللي هيتحرك المؤشر المؤشر لما يقف عندي هنا على رقم يبقى ده وزن الجسم تمام يبقى هنا ده اداة قياس الوزن اللي اسمها الميزان الزونبرجي بيستخدم ان انا بعلق الجسم عندي هنا في الخطاف اللي شايفينه ته الجسم هيتعلق الارض هتجذب الجسم يبقى الجسم هيتحرك لأسفل نحو مركز الارض لما الجسم يتحرك لأسفل إيه اللي هيحصل هيحصل استطالة في الزونبرج الجوه الميزان مقدار الاستطالة دي هتحرك المؤشر عندي على الارقام اللي موجودة قدامي المؤشر لما يقف على رقم هيبقى هو ده وزن الجسم المعلق في الميزان خلاص طيب وحدة قياسه ايه وحدة قياسه النيوتن وحدة القياس عندي هنا هي الايه هي النيوتن تمام يبقى وحدة قياس الوزن هي النيوتن طيب النيوتن بقى بيساوي ايه بيساوي وزن جسم كتلته 100 جرام تقريبا يعني ايه الجزء ده يعني ايه يعني ايه يعني ايه نيوتن بيساوي وزن جسم كتلته 100 جرام تقريبا فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت وانا لسه الى لكم دلوقتي ان الجرام بيساوي كتلت مجبك معدني من مشابك الورق اللي هو الدبوس اللي احنا رسمته لكم دلوقتي او اللي احنا قلنا عليه دلوقتي اللي هو كان ده ها المجبك ده فاكرينه المجبك ده مش احنا قلنا مجبك الورق اللي بالمنظر ده ها ده كتلته 1 جرام طيب لو انا جبت يا سنة ستة 100 مشبك من المشابك دي هجيب 100 دبوس الميت دبوس دول يبقى انا كده معايا 1 نيوتن كتلتهم هتعمل 100 جرام يبقى انا كده معايا ايه معايا 1 نيوتن يبقى الواحد نيوتن بيساوي 100 جرام الواحد نيوتن بيساوي 100 جرام النيوتن وحدة قياس الوزن الكيلو جرام وحدة قياس الكتلة خلاص طيب ده كده الايه الوزن يبقى الوزن انا خدت فيه ايه لحد دلوقتي خدت تعريفه هو مقدار جذب الارض للجذب دائما الوزن يؤثر في اتجاه مركز الارض وحدة قياس الوزن هي النيوتن ادات قياس الوزن هي الميزان الزونبرغي خلاص طيب الوزن بقى قيمة سابتة ولا قيمة متغيرة يعني الوزن ده بيبقى سابت ولا بيتغير احنا خدنا ان الكتلة سابتة لكن الوزن بقى سابت ولا بيتغير قال لي لا الوزن بيتغير قيمة متغيرة الوزن قيمة متغيرة طيب ايه اللي بيأثر على الوزن ويخليه يتغير ليه مش سابت قال لي هناك ثلاث عوامل بتؤثر على الوزن وتغير الوزن ده بيتأثر بثلاث حاجات بيغيروا فيه رقم واحد كتلة الجسم كتلة الجسم كتلة الجسم بتغير من الوزن بتاعه يعني ايه يعني انا لو معايا جسم كتلته صغيرة له وزن غير الجسم اللي كتلته كبير برضو نرجع للمثال اللي بين ايدينا الكتاب والكراسة الكتاب قدرة الارض او قدر الجذب الارضي للكتاب بتبقى اكبر من جذب الارضي للكراسة ليه علشان كتلة الكتاب اكبر من كتلة الكراسة افهم من كده ايه ان يزيد الوزن بزيادة كتلته يزيد الوزن بزيادة كتلة كتلة الجسم طبعا يزيد وزن الجسم بزيادة كتلة الجسم خلاص يبقى الكتلة بتأثر على الوزن بتخليه يتغير الاجسام ذات الكتل الكبيرة بيبقى لها وزن كبير الاجسام ذات الكتل الصغيرة بيبقى لها وزن صغير ماشي طيب ده أول عامل من عوامل تغيير الوزن طيب تاني عامل اللي هو كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم بتأثر ازاي؟ قال الكوكب الكبير أو بزيادة كتلة الكوكب بتزيد جاذبية الكوكب يبقى كل ما الكوكب زاد كل ما الجاذبية بتاعته زاد للأجسام طبعا طب جاذبية الكوكب للأجسام دي اللي أنا بسميها ايه؟ الوزن تاني تاني يبقى بيختلف الوزن باختلاف كتلة الكوكب اللي موجود عليه الجسم ازاي؟ قلنا كل ما زادت كتلة الكوكب بتزيد جاذبيته جاذبيته للأجسام طبعا يبقى الكوكب الكبير جاذبيته للأجسام اللي موجود عليه هتبقى كبيرة طب جاذبية الكوكب للجسم دي اللي أنا بسميها ايه؟ الوزن يبقى الوزن حيكبر تمام؟ طيب يبقى دي تاني عامل من عوامل اختلاف الوزن أو اختلاف قيمة الوزن طيب تالت عامل اللي هو اختلاف المسافة ما بين الجسم وبين مركز الكوكب اختلاف المسافة ما بين الجسم شنطة بتاعتك بتاعت المدرسة وجيت وزنتها بكتوبها بكلها زي ما هي كده وزنتها على الارض واحنا وقفين مع بعض كده في الفصل وزنت الايه الشنطة حلاقيها مثلا عشرة كيلو جرام عشرة سوري حاجيب الوزن بتاعها حلاقيها عشرة نيوتين ححسب الوزن أنا دلوقتي بتكلم على الوزن يبقى ححسب وزن الشنطة بتاعتك حلاقيها عشرة لعشرة نيوتين دي حيبقى قليل قوي نخليها مثلا ايه؟ ستين نيوتين خلاص يبقى الشنطة بتاعتنا ستين نيوتين لو أنا خدت الشنطة دي وطلعت بيها على قمة جبل عالي حلاقي الشنطة دي وزنها أقل من الستين ليه؟ لأن أنا لما طلعت الأعلى وطلعت على قمة جبل أنا بعدت عن مركز الأرض زودت المسافة يبقى كلما زادت المسافة بين الجسم وبين مركز الأرض أو مركز الكاكب اللي احنا موجودين عليه الوزن ايه؟ بيقل تمام؟ طيب حياخد نفس الشنطة هي هيها وننزل في حفرة عميقة أو في بير عميق تحت سطح الأرض حلاقي الشنطة وزنها أكتر من ستين نيوتين ليه؟ لأننا هنا قربط من مركز الأرض هي يبقى كلما قلت المسافة بين الجسم وبين مركز الكاكب الكاكب ايه اللي هيحصل؟ الوزن هيزيد الوزن بيزيد يبقى عندي ثلاث عوامل نعرفهم كويس قوي بيأثروا على الوزن بيأثروا على الوزن ايه هما؟ كتلة الجسم طيب كتلة الجسم بتأثر ازاي على العوامل التي توقف عليها وزن الجسم كتلة الجسم بتأثر ازاي؟ قال لي كتلة الجسم على سطح الأرض يزيد وزن الجسم بالنيوتين كلما زادت كتلة الجسم بالكيلو جرون يبقى كتلة الجسم بتأثر على وزنه كلما زادت كتلة الجسم كلما بيزيد وزنه طيب ايه العلاقة بين كتلة الجسم والوزن؟ ايه العلاقة ما بينه؟ كتلة الجسم والوزن قال لي ان كتلة الوزن بالنيوتين على الأرض بيساوي كتلة الجسم في ايه؟ في عشرة طيب يبقى احنا النهاردة شفنا الوزن شفنا أدوات قياسه شفت وحدات قياسه شفت العوامل اللي بتأثر عليه فظلنا المرة الجاية ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله هناخد ازاي نحسب الوزن ازاي نحسب الوزن وناخد مسائل كمان عليها إلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته